بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض الكارنك على بركة اللب قبل ما نبدأ البلان من بره والشغل بتاعنا هنشتغل على حاجة غنطوطة كده اللي هي المتحف المتحف المفتوح في الكارنك المتحف المفتوح بيضم عندي أربع أثار زي ما حدوكوا عارفين أولهم المأسورة البيضة الخاصة بالملك سنوسيرت الأول وهي واحدة من بين المقاصير الهمة جدا لاستراحة المركب المقدس اكتشفت المأسورة دي سنة 27 لجراء اكتشافها وكانت فيه أساسات في الصرح التالي وهي مربعة 6 متر 54 من كل جانب فاربعة على قاعدة بترتفع حوالي 12 متر وعليها عدد من النصوص والمناظر المهمة جدا ولكن أهم شيء عليها هو أقاليم مصر هذه المأسورة قدامنا الفتحات بتاعتها حاجة زي السكرين أو زي الشاشات هتلاقي هنا المدخل شايفين حاجة كده عدوا عددات الدرجات هتلاقي الدرجات بتاعتك كأنها للتسوع المركب بتاعت أمون في المنتصف وتسحب المركب على على العتب من الجنبين وعلى الكتفين من فوق دي الأرقاب بتاعت سنوسيرت سي إن أسرت محبوب المعبودة أسرت أو الراجل بتاعته أسرت سارع وبعد كده مكتوب إن هو محبوب أمونرا على المين محبوب أمونرا وعلى الشمال أمونرا تعالوا نرى بقى العتبين أو الكتفين من الجنب بيقول على نفسه إن هو عنخ ميسود محي الميلاد والحرنوب بتاعه كده والسارع بتاعه سي إن أسرت والنسو بيتي بتاعه خبر كارع اللي هو محبوب أمونرا حرتي بيه توي اللي هو موجود على الأرضين عنخ جت فليوها بالحياة إلى الأبل هللاحظ هنا إنه بيتكلم على أمونرا ما جابش سيرة في الجنب ده على إن أمونرا سيد عروش الأرضين طيب حضراتكو بعد كده بنيجي هنا مثلا نلاقي الأقاليم تلاقي أقاليم الجنوب رموز الأقاليم وعالمة الشمع وعالمة نحيط والخسوط والحدود أو المناطب وبيحدد بقى بالأقاليم إن هي بيحضر له كل الخيرات اللي هو بيرغب فيها أو بيحبها وبيتمنى إنه يحصل عليها بعد كده بنيجي على الكتف الثاني من الخارج بلاقي معاه الرموز بتاعت برضو الأقاليم بكل الخيرات وها ممتلعة لأنها جاي من خيرات مصر يلا بنيجي على الحطة الجنوبية نشوف بقى عليها كل الأقاليم بتاعت مصر العليا بالبداية بتاعت النص بتاعتها الأقاليم بالبداية بتاعت النص هتلاحظ إن النص بيقسمي بيقولي سباوت شمعي مقاطعات الجنوب يعني بيحدد المساحة بتاعته هشتغل بالإي تيرو اللي هي بتديني مساحة تشبه يعني زي مساحة مهانة مساحة الإي تيرو بعد كده بيحدد لي مساحة الأقاليم تعالوا مع بعض بقى نشوف نمازج شوية للأقاليم بتاعتنا مثلا نتعرف عليه أقليم التاني أقليم عرش حرص اللي هو بحدث حر بحدث مساحته 2003 اللي هو إدفو الأقليم اللي بعده 3 و 4 و 5 بليهم حدثهم لي مع بعض تلاتة اللي هي نخبة أو اللخبة اللي هي الكاب اللي هي نخبة موجودة الرابعة مونتو لازال مونتو رغم أن يقول الأمون لازال مونتو هو سيد المقاطعة الرابعة من مقاطعة مصر اللي هي واسطة موجودة فوق الخمسة مدينة مين مدينة السقرين وبيسميها مدينة اللي هي مدينة قفت مركز عبادة المعبود مين والمساحة بالعال اللي هو الدراعة بعد كده بنزل مثلا أشوف معاكم المقاطعة التلاتاشر المقاطعة الثلاثتاشر اللي بشوف فيها ويب ووات اللي هي السيوت اللي هي مقاطعة أسيوت اللي هي أسيوت لغاية الوقت اللي هو بيفتح الطريق لي المقاطعة الخمستاشر المشهورة اللي كلنا شفناها مع بعض لما راحنا المن مقاطعة الأردب وينو اللي هي الأشمونين مقاطعة الستاشر مع حج مقاطعة إقليم الوعل اللي هي بني حسن آخر مقاطعة عندي اللي هي المقاطعة اتنين وعشرين مثلا اللي هي التبقيح اللي هي أطفيح اللي هي نهاية مقاطعات الصعيد عندي بتنتهي عندها مقاطعات مصر العليا ندخل بقى الجنب الثاني الشمالي ناخد مقاطعات الشمال هلاقي مقاطعة رقم واحد وما أشهرها إينب حج طبعا موجودة الجدران الأبيض والمدينة الأكثر شهرة وهي مدينة منفل العاصمة المصرية القديمة والمقاطعة الستاشرة اللي هي بقى ناخد آخر مقاطعة عندنا حات نحيط اللي هي منطقة تلة مية الأمديد العاصمة موجود حتى شكل الحوت أو شكل السمك اللي هي جدد اللي هي مدينة منديس أو تلة مية الأمديد عاصمة مصر في القصة تسعة وعشرين مركز عبادة التيس بتاع منديس اللي هو جدد الجنب الغربي بنلاقي نفس المناظر بالنصوص بتاع ترامسيس سنصرت آسف الأول بالعتب بتاعه بالألقاب التقليدية الخمسة بتقعنا تفاكرين لما وجونا بنقول إن ألقاب الخمسة كتملت كتابة مع بعض على عصر سنصرت الأول الأعمدة من الداخل بنشوف فيها مناظر موتدة الملك بيطلق علامة الحياة من أمون ومع راح وراختي ومرة يمونتوا يقدموا الأمون وأمون كموتف يعني تمثيل كامل لكل المناظر المتعلقة بعلاقات الملك بالآلية في داخل المأسور مأسورة استراحة المركب المقدس للملك سنصرت الأول المأسورة البيضة واحدة من أرواع وأجمل نماذج المتحف المفتوح منها بننتقل للنموذج الثاني أو المثال الثاني الرائع اللي بنشكر أمون حطب الثالث إنه خبهولنا لغاية 1900 لما لقام لجراء وبعدين 1927 لما ابتدى يتنظف وبعد كده شيفريو لكو في 1977 لما ظهرت الكتابة أو النشر العلمي الأول ثم المدرسة المصرية الفرنسية في الكارنك اللي بقامت بالمشروع وإعادة تركيب المناظر ليه؟ لأن مأسورة حطشبسود تمثل بالنسبة لي أهمية كبيرة جداً في توضيح العصر ما بين حطشبسود والحطمس الثالث مأسورة 17 متر 30 فعرض 4 متر واحدة من المقاصير بقول لكم المهمة اللي حقول في نهاية كلامي عليها ليه؟ المأسورة دي مهمة بالنسبة لي المأسورة هنا قادي الباب الغرب بتاعها مثلاً اللي احنا بندخل منه ألقاب عليه لو بسطوا على ألقاب اللي عليه هتلاقوا ملاحظة غريبة جداً درجات السلم دخول لي بص البوابة كده بص في الهيروغليف اللي بكتوب عليها هتلاقي الخرطوش اللي موجود عندك في المنتصف على المدخل باسم منخ برع سارع جحوتمس منخ برع اللي هواتحوتمس ثالث إذن المأسورة حمرة المأسورة مرتبطة بحد شبسود على رأسي من فوق بس لازلت هنا باشتعل أهولوس ممكن هنا من قريب منخ عنخ نسوبيت وتحت عنخ سارع وعلى الجنبين موجود كمان مجموعة من النصوص اللي على الكورنيش بتتكلم على حاجة مهمة حرب حدث نترع سابشوتي سابشوتي مزاركش الريش اللي هو أبو ريش مزاركش ده يا سلام على الألقاب الجميلة اللي كانت بتطلق لحورس في هذه المكسورة البديعة هادي مثلا على البواب نبص شوية مناظر كده هادي حعبي بيقدم الخيرات والأواني بتاعة الحس وعلمة الواز بتتقدم وكل أنواع القربين الحية حتشبسود بتتلقى بتاج الأحمر بتتلقى من آمون الملك وبيتقول له أن هي هتكون الملكة العظيمة إيمان في الحطعة وثم المنظر الشهير له حتشبسود وهي بتتوج من آمون راعي الإله العظيم وبتجري جرية الحسيء أمام آمون كاموتف والمنظر الأخير كل المنظر ده حتشبسود اللي تحت حتشبسود برضو بتقدم البخول لآمون راعي والأربع كباش بيتقدموا أمام آمون بس من اللي بيقدمهم هنا بتقدمهم تحطمس الثالث أحيانا وأحيانا بيكون حتشبسود هنا بيجي آمون كاموتف والمنظر مكسور بيجي بعد منظر تاني ليه الملك هنا بالله حتشبسود بتتوج تحت شجرة الإيشد أو الشجرة الخلود لكن هنا المنظر بقى بيبقى تحتمس الثالث مرة تانية المنظر اللي تدام أنا تحتمس الثالث اللي بيتتوج ومعها ورد حكاوه ربت السح وأمون اللي بتتوج لابس الخبرش حكينا القصة اللي وحنا بنتكلم على الأوصل وعلى المعابد الكتير ثم مناظر تقدمة النو وتقدمة القربين بيقدمها المرة دي مين كلها تحتمس الثالث لما بدخل بقى على الجانب الجنوب أو النحط التانية بلاقي مقاطعات الصعيد والمقاطعات اللي بتاخد بعض أسماء الأقاليم الحود بتاع أمون كذا الملك تحتمس الثالث وحيانا بتكون حد شبسوت يعني حد شبسوت هنا بتعمل الحوي سب في دو اللي هي افتتاح مائدة القربين باسمها الصرع خنمة حد شبسوت وحيانا بتقدم البخول لأمون على قدين الشمال من المنظر جرية الحسيب تجريها الملكة قدام أمون وأمون بيتوجها ثم أمون بيتوج الملكة برضو حد شبسوت هتلاحظ هنا عملية الكاش تتقول ده هنتكلم عليه في الآخر تتويج حد شبسوت بيتم المرادة وليتحكوه برضو بتقب بهاية أونس الأسر وهي بتتوجها وأمون بيدي له الملك الكامل أو بيديها الملك بالتاج الأزرق افتتاح مائدة القربين منتو بيدخلها عشان يسر عن تحطمس الثالث قدام أمون ويتكرر نفس المنظر بس المرادة تحطمس الثالث هو اللي بيتوجه قدام أمون تحطمس الثالث بيقدم النوع لأمون كموتف أمون سيد السماء أمون رع نبت لقب من الألقاب الحلوة أو الأمون اللي جديدة في المعبد ده وانت داخل بقى إيدك اللي مين خلات خد نعاتها بالباب خشي مين على الصور الجانبي كده لو غيدنا على المسافة هتبقى ده الحتة الجنوبية من المأسورة أشهر مناظرها طبعا عيد القبط وعيد القبط هنا هتلاحظه ملاحظة غريبة جدا هتلاحظه أن العيد هنا كل المناظر اللي بنشوفها في العيد هتلاقي مرة هتشبسوت شغالة وبتعمل بخور ومش عارفه وبتجري الجريات وبتعمل قدام المركب ومرة تحط مستال ليه لأن هنا ده اللي أنا بقوله لحضراتكم بس هتلاحظه ملاحظة تانية مهمة أرجو أنها تلفت نظر حضراتكم وهي أن العيد كله هنا بيتم بري بري هتشبسوت مفيش نهر مش المنظر اللي فلوس منظر فلوسر أمنحط التلاتة وحور محب وتوت حرخمون نهاية الأسرة التمنتاش لكن هنا هتشبسوت بري بري عشان كده البعض بيفسر المأسورة الحمرة بأن هي واحدة من الست مقاصير اللي حتشبسوت قالت أنا عملتهم لأمون اللي هم المقاصير الستة اللي ما بين الكرن كله أسر في احتفال الأوبد رقم واحد هي المأسورة الحمرة دي ورقم ستة هي المأسورة اللي عليمين الداخل في معبد الأكسر يعني لما بنيجي مثلا أحيانا نبص على المناظر بتاعتنا نشوف فيها المركب بتاعت أمون وحتشبسوت بتحرق البخور قدام أمون والمركب في المأسورة بتاعته الرحلة بتاعت حتشبسوت هنا بتحرق البخور بيسمعها السارع بالمناظرة وتيجي أمون بعد كده يخرج تلاقي من اللي بيقدم له بيحرق قدامه المرة دي من خبر راعة تحط مستل والكهنة شايلين المركب ويتكتبوا قدامه إنه هو اللي بيعمل البخور أمام أمون راعة وبيقدم له الأمر المركب بتتحرك وبيمشي فيها الملك أو الملكة كأنه من الكهنود بتوع أمون هنا بلاقي المركب وهي ماشية أحيانا على المركب والمقصير موجود اسم أمون مثلا ومعه الملك تحط مستالة وأحيانا زي ما بقولكو حتشبسوت هنا مثلا بيجري الجارية الحسين وبيقدم القربين ألاقي هنا من خبر راعة تحط مستالة بقولكو هنا لعبة ما بين اللي اتنين هي مش لعبة كرة خلوا بالك بالعكس ده دي بتبرق من الأسمة غالبا يكون حتشبسوت لكن أمون سيد أمون كاموتف اللي هو نبت واخد اللقب هنا علي لكن هنا بلاقي المنظر اللي بعده الملك اللي بيقدم له القربين وبيحرق قدامه البخور هو من خبر راعة تحطمص التال شايفين أنا ماشيين ازاي مرة على المركب يجي لحتشبسوت ومرة عليها يجي لحطمص التال مرة يقدم قواني العطور حتشبسوت والمنظر اللي بعده يجي لحطمص التال يعني التركيب هنا شغال إذن اللي أنا عاوز أخلص له هنا إن مثلا هنا هتشبسوت وهي بتقدم لأمام الألهات أو الرباط الحاميات بتيجي قدام المركب على المركب هتشبسوت وتحطمص التال ما أتكره تحطمص التال بيقود المركب وهتشبسوت وقف على المجداب بتاحها وقف عليها وهنا كأنهم راجعين راجعين بإيه بالحياة والسلام وعلى المقدمة وبواوت كأنه بيفتح الطريق علشان الموكب يمر فيه سلام وبعدين بيقوله كلام حيتقال أربع مرات فتح الطرق لأربع مرات أو لإطلاق التعويذ والدواي سبفد كل حاجة بتتكرر أربع مرات الجريات التقصية اللي بيجريها بيجريها عندي مين مع اتكارها هتشبسوت المركب تخش فيه سلام وأمان إلى معبد الكارنك بعد رحلة الزهاب والقضاء المدة بتاعتها اللي كانت بتستمر في المدة دي حوالي 14 يوم فيه فرح ورأس من الكهنة وغيرهم لكن اللي اتنين المتصورين عندي هنا مش هتشبسوت بس لكن هتشبسوت ومعاهم تحطمص التالت وده يفصل لي هنا أن تحطمص التالت لم يكن ضد حتشبسوت ولم تكن حتشبسوت ضد تحطمص التالت هنا مثلا بتقدم فاستين النوم قدام مين لأتوم سيد يونو وهنا واقف بيقولها أمو أتوم اللي هو حيديها كل الخيرات هلاقي المنظر حتشبسوت برضو بتقدم بتحرق البخور قدام أمون كاموتف المنظر اللي بعد برضو بتكون حتشبسوت كل ده الإطار الخارجي للحيطة دي عليها كل المناظر دي هنا بقى هتستأذنكم في ان انا اخد دي خارج المناظر حالية عندي إن حتشبسوت تحط مستاذ إذا ما كانوش أعداء ما كانتش بالنسبة له الست الوحشة اللي سجنته بالعجل هي اشتغلت معاه وهو تعامل معاه وربما انه استخدم المأسورة دي لغاية السنة التلاتين لغاية ما عمل هو المأسورة الجرانيتية اللي هي كدس الأقدات اللي بعد الصرح السادس وعمل الأخ منه ومقاصيل الاحتفالات بتاعته كان في كل الوقت ده هو شغال باسمها وشغال بما تقدمه حتشبسوت إليه وعلشان كده فكرة إن هي كانت كرها وإنها كانت بتعذبه عايزين نهدى في التعامل معه شوية المثالات اللي بتتقدم المثالات بتقدم في الاحتفال المثالتين اللي بتقوم هم حتشبسوت في داخل الكارنق وبتقول لأمون إنه قامتهم له في داخل المقصورة بتاعته هنا عملية التتويج اللي بتتم بتتم عملية التتويج أمون بيتوج الملك وهنا بيتوجه ما بين أمون وقته هنا الملكة بتتوج وهي على العرش ورد حكاوه تاني بتتوجها قدام أمون هنا المنظر اللي بعده ألاقي أمون بيتوج مين معت كراع مرة تانية وقدامه المعبودة نيت أو أقاسف المعبودة أمون وبعدين بييجي هنا المعبودة الإله موت أو أحد الربات الحاميات يمكن الناس هنا موت يمكن بتقشر بتتوج الملك برضه مع أمون اللي بيتوج بيتوج الملك بس مين الملك اللي بيتوج عندي هنا بلا الملك اللي بيتوج عندي هنا برضه حتشبسوت كتير بتتوج وأحيان بيظهر المنظر إنه يتوج تحط مستالك اللي ربما في المنظر ده يكون هو اللي متصور عندي وراء اللي هو الكاهن الايون متأف ربما يكون هو نفسه الكاهنة هي وضعته في هذا المكان او المكان الكبير حتشبسود بتتوج مرة تانية من صفة الاله وجهة ربة الشمال وبرضه واقف الابن او الكاهن حتشبسود بتتوج بكل انواع التجان خلوا بالكم بيقول لك عليها ان هي بنت المحبوبة بعد كده بتيجي الاله حطحور سيدة ايونة سيدة دندرة وهي بتتوج الملكة برضه اللي تكسر بقى النص هتحور لما دخلت يبدو انه بعد شوية ليه لانه لعب انها قد تكون هنا بتلعب على انها تبقى صورة من حورس وحتحور اللي قوته فحاول الكاهنة ان يقنعون تبعيدها لانك دايما مش هتلاقوا المناظر فيها كاش هنا هتلاقوا ورد حكاوه برضو بتتوج الملك او الملكة هتشبسود المناظر كلها زي ما انتم شايفين مناظر بتتوج عندي بالكامل تتويج الملكة ومعاها تحط مستالة اللي اسمه بيظهر فيه اكتر من منظر والنصوص كلها بتتكلم ما بين الاتنين وزي ما بقول لحضراتكم انه ربما حتشبسود استعملت المقصورة تحط مستالة استمر بعد انفصاله عن او استقلاله بالحق لغاية سنة 30 من حق لغاية ما امتقل بالمقاصير اللي اقامها هو خاصة بيه في معبد الكارنك هنخش بقى على فلط التجلي مثلا نسبناها في المقصورة مناظر المعتادة كلها التتويج الملك بيقدم القرابين لامون الحوايط بقى مركبينها زي ما نشايفين المناظر لكن مناظر كلها مرين عليها ومرت علينا يعني المناظر مش بالنسبة لنا هتكون بتمثل صوب البوابة هتلاحظوا البوابة اللي بتؤدي لقدس الاقداث عليها خرطيش تحط مستالة تيور الرخيت من المناظر البديعة مناظر تيور الرخيت النقش في الحقيقة في المقصورة هنا بيمثل كمة الرواب اللي عندي مثلا سي شاك شعائر تأسيس المعبد بتعمله مع حد شبسوت بتؤسس المقصورة كأنها معبد خاص وبتعمل عملية بيتشيس فرد الحبلة أو وضع المقايير ثم الملكة بتثبت الأساس بتاع المعبد في إنه هو جزء من معبد أمون كأنها بتثبت مش المعبد كأنها بتثبت حكمها هي شعائر تأسيس المعبد من الموضوعات الندرة نكون اللي هي مركب أمون وهي في المقصورة بتاعتها داخل المعبد والملكة ركع بتقدم أنواع القرابين في الاحتفالات اللي بتتم وبتضع الخرطوش بتاحها وعلام تلكها بتاعتها كأنها بتمثل الحقيقة الجنوب يا أسف من الصالة مناظر تطهير حد شبسوت بيتم وموجودة وجل بتتابع وموجودة الملكة بصفة القرين بتاحها كأنها بتتابع الأمر قدام أمون ملكة بتجري الجرية التقصية بتاعت الحسين باسمها خنمت إيمان حد شبسوت قدام أمون وبيعلن أمون بالخنب بتاعه حوي سب في دو إيرت خبش إن إيمان رع نبني سود توي حريت ابني تيرو النص اللي بيقول إن هي بتعيد افتتاح مائدة القرابين بالأربع أجزاء الصهريج بتاعتها المية وأحواض التطهير اللي في الأرض والخرطيش موجودة ألاقي دايما إن الخرطيش بتيج وأنا ماشي على المداخل ألاقي الشغل بتاعي منتمم لتحطمص التالت مع حد شبسوت زي القاعدة اللي زي صهريج الماء أو المكان اللي لقينا جزء منه كان فيه مأسورة ابطية موجودة في داخل المعبد وأعيد تركبها في المكان الأرضية بتاعتها كأنها بتمثل نظام الصرف أو نظام المياه الخاص بالمأسورة الحوايط في قدس الأقدس بتاعة المعبة بتاعة المأسورة بتمثل عن نفس الموضوعات الخاصة بالتقدمات والتطهيرات الخاصة بيه حد شبسوت المأسورة الحمرة بالنسبة لي واحدة من بين الموضوعات الهمة جدا هلاقي فيها كمان الخرطيش لأمون والنصوص بتاعته والملكة قدامه مناظر زي ما بقول حضراتكم يعني بحاول أعرض منها نمازج وإحنا بنتكلم لكن النمازج كلها متكررة إلا من بعض الموضوعات الرائعة اللي بتمثل عندي مناظر التطهير اللي بتقوم بيها الملكة والنصوص الخاصة بيها وبتحطمص التالت المأسورة الحمرة أحد أهم الموضوعات الخاصة بيه حد شبسوت وبتحطمص التالت وما يسمى خطأ بالصراع بين الملكين وهو ليس صراعا بالمعنى المعروف نخش على العنصر التالت اللي كان في أسات الصرح التالت اللي هو من أعمال إنيني بالمناسبة المهندس تعمل حطب الأول وتحطمص الأول المأسورة الألباستر لأمنحطب الأول المأسورة على الجانبين بتحب اللي هي خرطيش تحال منحطب الأول اللي هو جيسر كراع الاسم الشهير بتاعه اللي في عهده حصل حاجات كتيرة جدا لكن زي ما بقول لكم إن إنيني واضح إنه كمل أجزاء منها لإن خرطيش تحطمص الأول هلقيه على بعض الأجزاء طول المأسورة يعني مأسورة صغيرة المأسورة 900 الموضعات الأسية فيها زي ما بقول لحضراتكم موضعات بسيطة مش بزحمة المناظر الكتير بتاعة المأسورة الحمرة أو مأسورة السوسية يعني ألاقي الملك مثلا بيتوجه قدام أمون بيجري جارية الحسي قدام أمون كموتف المناظر التقدمة القربان ألاقي الملك مثلا بييجي خرطوش والكتابات بتاعته على الجانب الخارج المنظر اللي هنا ده المهم هو ده إن المنظر ده في خرطوش تحط مصرقة والعاخ برورة اللي هو بيقول إن هي اللي بيؤكد إن المأسورة دي اكتملت في يعني لعلى برضو الأربعة تيران موجودين مركب أمون بتصور عندي على المأسورة في التقدمات الملك بيعمل الدواسب في دول تعبد لأربع مرات والتقدمات قدام أمون وأمون كموتف مركب أمون في المأسورة لأن المأسورة أصلا للمركب المقدس لأمون اللي هي أسرحات أمون والملك وهو بيتعبد قدام أمون كموتف المأسورة بتاعته ثم الملك هو بيقدم القربين أمام الإله في المتحف المفتوح مع بعض بمأسورة العلبسطة بتاعت تحط مصرقة اللي على فكرة حلاها عليها خرطوش صغير كده ظاهر على الجزء الخارجي منها مرة لأ منحط باتنين هارت بتالت قيمة منحط باتنين وكملة تحط مصرقة ولا كان بيبجل ذكر أبوه لكن المأسورة بشكل عام مأسورة برضو توجدت فيه أسات الصرحة التالت شغل الألبسطر شغل الفن بتاع التحمسة المناظر المعتادة المناظر مفهاش حاجة جديدة قوي الملك برضو بيقدم القربين قدام أمون وبيقدم عدد من الهدايا والقربين المعتادة المناظر يمكن يكون ضايا خالص والتمنة مش باين عليه أي شيء لكن من الجزء الداخلي بشوف برضو الملك بيقدم الفستين بتعنوه والتقدمات المختلفة والتعبد أمام أمون وأمون كموت وبيقدم الهدايا والمارك والقربين بأشكالها المختلفة هنا يعني المأسورة كانت تكون أضعف حالا من المقاصر التالاتة لكن بشكل عام إحنا كده مرينا على المتحف المفتوح في الكارناكس بأثاره لا يمكن أن يفوتنا الأثار العظيمة بتاعته لا يمكن أن يفوتنا مأسورة حتشبسوت بروعتها مأسورة سنوصيرت الأول وإزاي يعرف أقاليم مصري ومساحتها والمسطح بتاع كل إقليم زي ما عرفون المصري والمأسورة الألبسطر اللي أمنحط بالأول وتحط مص الرابع شكرا جزيلا وأشوفكم في فيديو جاي اللي نكمل فيه اشتركوا في القناة